في الأقبية المظلمة يثبتون أمامهم العدسات ليقولوا ما يريده السجان بعد وجبة التعذيب التي تظهر على ملامحهم المشبعة بالإنهاك السجان الذي يمضي معصوب العينين خلف أوامر الرؤوس العليا للإنقلاب النعامة التي تتوحش على المختطفين العزل في مناطق سيطرة الإنقلاب فيما تبدو منزوعة من الحد الأدنى من أخلاق الحرب خصوصا في التعامل مع المختطفين المختطفون الصيد المدني الأعزل بيد الميليشيا وورقتها التي تلوح بها لغسيل الدولة والثورة في صنعاء والشيطانة المستدامة تجاه الذين كان لهم موقف مناهض لإسقاط الدولة التي سقطت حريتهم بسقوطها بحسب أعلام ميليشيا الإنقلاب فإن أغلب المختطفين الذين تظهرهم وسائل الأعلام ذاتها مدنيون عزل يدافعون عن الدولة في صنعاء الرهينة تحليل مضمون الخطاب الإعلامي لميليشيا الإنقلاب يظهر إجبار المختطفين تحت الإكراه في السجون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وهذا يتنافى مع القوانين المحلية والقانون الدولي المرمي في سلة المهملات بالنسبة للميليشيا ورقة الإرهاب اللافتة التي أغرقت فيها الميليشيا سجون بالمختطفين والمخفيين قسرا هي ذات الورقة الأمنية التي انتجتها الثورات المضادة التي تسعى لتصفية ثورة الشعب والتنكيل بالقوى السياسية والاجتماعية المساندة لها الأعلام الفاشي للثورة المضادة في اليمن والتجن على المدنيين في مناطق سيطرة الإنقلاب يتوسع كل يوم إعلام الدولة الشرعية ومخاطبة الرأي العام المحلي والدولي لا يبدو على قدر جيد من الإسناد للقوى المقاومة للإنقلاب وضحايا الإنقلاب على الدولة وفي مقدمتهم المختطفون آلية الإعلام الرسمي في تصحيح الرأي العام وكشف تضليل إعلام الإنقلاب آلة الدعاية الحوثية المسنودة إيرانيا لا تبدو واضحة على الأقل في اللحظة اليمنية الراهينة والحساسة المزيد من الضحايا ينضمون إلى السجل كل ما ترن حطق والإنقلاب العسكرية على الأرض التي تنكمش كل يوم تحت أقدام الذين داسوا على كرامتها الحضارية